بالخطة دي بقى مطش الأهلي والزمالكي والخبيس إلا هيحصل؟ أكيد حالياً نادي الأهلي هو أقوى فريق ليس في مصر فقط ولكن في أفريق فريق منظم بشكل كبير جداً فريق حالياً وصل مرحلة يعني إن كولر بيلعب بمنظومة آيان كمين الاسم مثلاً حمدي فاتحي بيلعبش مع نادي الأهلي بقاله ثلاث ناط شاطئ مزعب ما راح انتقل دور القطري محاجش حاسب حاجب محاجش حاسب فرق محاجش فرق ليه؟ الفريق كمنظومة ماشي في ترس بيطلع ترس بيخش ده بيخرج ده بيخش وبالتالي اللي بيشاهد مباراة مباراة تخلص بسكور لبنائد الأهلي من الدقيقة الأولى واضحة جداً جداً الفجوة اللي حصلة كمان لعبت الأهلي تحسين هم مش مجهدين يعني بيحققوا الانتصار مفيش إجهات تعالوا كي نعمل فلاش باك للسنة اللي فائدوا سنة اللي قبلها لما أهلي خسرت دوري مباراة تنالي قاية في الدور التاني كلها معاناة 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 ده بيبيننا برضو دور الهازف فني بكادر الكولر والتطور اللي عمله في الفريق وبالتالي بشوف طبع أكيد من يوم في المائة مرتش يوم الخميس من الأهلي هو مرشح للانتصار فيه حالياً فجوة فنية مبين وبين نادي الزمالك ولكن مباراة الكورمة ومتشة الدربي أكيد لا تخضع لمستويل الفريقين أكيد بقى فيه أمور نفسية ومعنوية هنعرفها يوم الخميس إن شاء الله صحيح وأنت بتكلم عن الأمور النفسية أعتقد أن دوافع نادي الزمالك للفوز على نادي الأهلي كبيرة جداً خلال الفترة دي خصوصاً وأنت بتقول كمان أنه عنده مشاكل كتير فالعيبة نفسها عارفة أنه مفيش حد يوم عليها في ظل وجود هذه المشاكل بس طبعاً يخالب لك فيهن طبعاً جداً المباراة الخميس الجاية هي فيها أهمية أنها قد تكون حاسمة لنادي الأهلي بشكل رسمي إذا طبعاً نادي بيرامدز موقعش في مباراته اللي قبل يوم الخميس يعني ممكن للأهلي يخش المباراة لأن لو بيرامدز يكسب سيراميكا أعتقد نادي الأهلي يبقى عنده في المباراة الجاية عنده 2 تارجت هدفين أنه يكسب الدربي ويحسم لقب الدور ويعمل احتفالية على حساب غريمه التقليد طبعاً نادي الزمالك أكيد في ظل الموسم السيء هو مازال عنده فوز معنوي أو فوز شرفي على نادي الأهلي ده بأكيد حاجة بجماهير وبتتمنها ولسه مازال عنده بطولة كاسمص فده عنده دوافعه وده عنده الدوافع بتاعته مهم جداً طبعاً 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 سناي يوماتش هيمشي إزاي وأكيد طبعاً الاستعداد بتاع الجهاز فني هنا وهنا ولكن يبقى طبعاً بكل تأكيد كتوقعات الأفضلية أفضلية عنده أفضلية على نسمة لك طبعاً نتكلم عن الأهلي برضو يعني إمبارح مبارات الأهلي مع الاتحاد السكندري مباراة الحداشر تقريباً اللي بيقدر يحق الأهلي بيصل لها شباك نظيفة نعم احنا اتكلمت يا كريم عن النادي الأهلي بشكل عام وعن كولر وعن تماسك النادي الأهلي والعوامل اللي ساعدت إنه الأهلي يظهر بالشكل ده نعم بس لو نتكلم عن الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري نادي بالمناسبة ونادي مهم جداً ونادي ليه قاعدة جماهرية برضو مش بسيطة طبعاً أكيد طبعاً بصي حاجة محمد المصالح بصراحة في الاتحاد السكندري بصراحة بالنسبة فريق الكورة وفريق الباسكت يعني رجل لا بخير بشيء بصراحة واحد من أفضل رؤساء الأندية في مصر بصراحة أنا عن مصالح شخص بحييه وبحب شغله جداً رجل فعلاً وبصراحة الناس لتفهم حاجة إن أي حد نهاردة بيشتغل مع نادي من الأندية الجماهرية هو يعاني يعاني إنه فعلاً نهاردة الكورة بقت خلاص يعني منظومة مالية منظومة قصصية بشوف نهار مسلا نادي الأهلي تحاول مؤسسة مالية بدأتكلم على 2 مليار جنيه كاقصاد نادي يعني يعني للأهلي الفلوس بارلونجي طيب ليه بيعاني؟ نعم؟ ليه بيعاني؟ عشان رواعي؟ بتتكلم أن الكورة دلوقتي بقت منظومة استثمارية ليه بيعاني؟ بسرعة جمالة تعالي السنة الجاية ببساطة كده ممسكي ورق واكتبي فيها 18 نادي اللي هيلعبوه في الدوري السنة الجاية هتلاقي إن فوق السبعين في المائة من الأسماء اللي انت هتكتبيها بإيديك هتلاقي مشاركات هتلاقي في نسبة بسيطة جدا هي الأسماء اللي احنا تعودنا عليها من موحنا صغيرين ده بسبب تحول المباراة وتحول الكورة القدم لمؤسسات مالية ومؤسسات مالية النهاردة الأنداج جامع هيرية متتدرش عليها الأنداج جامع هيرية هاز تعامين يتحول هيكل إداري الهيكل إداري بتاعك أصلا تحول ناس لازم يتغير الفراتيجية القديمة خاصة مبقيتش تنفع ومحتاجة طبعا رعا لازم يتغير رعا معك عشان يقدروا يدفعوا مرتبات لأن النهاردة ها بنشوف مرتبات لعب الكورة تضاعفت بشكل كبير جدا طيب بس أخيرا الملتش بتاع الأهلي مبارح آخر تلت ساعة كان فيه خشونة شوية في اللعب أشوف ده حمس يعني في الآخر فيه حمس في اللعب طبيعي بقى فيه بعض التدخلات يعني ما حستش بصراحة أن فيه قرارات تحكمية ممكن نقول عليها أن هي جدلية أو ممكن تتصل لا هو مفيش بس كان فيه خشونة ببين اللعيب طبيعي 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 صعب بص عايز أرحيك طبعا يعني خلي بالك بعد من فتات الرياضي بشكل عام ممكن تبقى الدنيا هدية جدا 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 وحبا فجأة يعصلت تصرف زي بزيب تصرف طبعا حمود صابر واحد لسه جاي بهدف عالمي 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 هو متحمس هو مش قاصة خالص نهو يخش يؤذي الزلزولي خالصه لكن هو من فرط حماسه عمل تصرف معي فده أنا بشوفه طبيعي وبيحصل أي حد بيلعب رياضة أو بيلعب أي نوع من رياضة فاهم اللي أنا بأتكلم كل التوفيير يوم طبعا في الأولمبياد دي حاجة مهمة لهم نحن وصلنا وربنا وفقهم إن شاء الله بالشكل اللي ظهروا عليه بكل تأكيد هيشرفونا إن شاء الله حتى بحزنها على الخصوة لكن أكيد كلنا مبسطين من الأداء إن شاء الله